الآن أنا الظروف تكون ضدك فما أتجيب نتيجة زينة لكنك أنت تعرف السكيلز تعرف ما أنت عقلي في السكيلز حقك تعرف السكيلز حقك أي سنيكارس لا سكيلز تعرف أيوه أنا متمكن مني جدا في عالم الكوك تيك توك لا لا ها كوكينج أي كوكينج وورد بوكينج لا لا ما قلت أحجز كوكينج وورد أيوه تعرف يعني عندك سكيلز الورد لا لاحة المفاتيح لا مورسكول مورسكولز عندك ما شاء الله مورسكولز لا يا أخي ما قلتك أنا أجيب المقارب لها ما قلتك أجيبها لتقصد كوكينج سه خطل الجمuchar مورسكولز يوجد ذاك لي أيه ليكزز إن شاء الله يرزيك ليكزز اللهم أمم كل لون أسود في الله لا أشعر بشيك يكون ذاك المراتبة حمر لا يجيني مراتبة بيج لا 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 بمراتبة حمر دقيق لي عن الموضوع إذا إذا مراتبة بيج ترى ما راح أخذي لا لا تخسرنا إذا مراتبة مهي بحمر؟ لا تخسرنا أنا آسف أقول لك من دلخي أقول لك من دلخي والله العظيم هو مصابك مرتبة ما تفرق بيننا لا لون ما يفرق مهي مسألة لون أي مسألة أدواك مزاج أي زي الشاهي الغالي أي والخادر والشاهي الأشعر سنطمس إن شاء الله نكلم و نشوف إذا أحب أجرعوا السيارة لونها الخارجي أسود الغمارة حمراء الغمارة حمراء هذي جزئين إذا لم نجد غمارة حمراء أو كده أعطنا رنج صح الرنج يأتي كده و غمارة حمراء الأول عندك الأسود سجل عندكم أربية لك سيد أسود داخلي حمراء إذا لم يوجد رنج أسود أسود إذا هناك خيارات أضع الأولوية للرنج أنا قلت أنا قلت أنا قلت خلص أنت قلت أنت اخترت أنت اخترت علشان أني أبي أختار علشان أنت اخترت أيوة أنت تقول الأسود أنا ذا الحنابي أقوله بالرنج أنت بتأخذ السيارة أو أنا؟ أنا أخذ السيارة صح؟ فوق خمسمائة ألف أنت تتحدث عن الليف العالي فأنا أبي رنج أنا أبي رنج أنت ثبتت الإجابة وش الإجابة؟ ثبتت الإجابة لكسي داخلي حمراء أنا ثبتت أو لا؟ بس قلت في حال كان فيه رنج؟ أيوة في حال الإجابة ما تكون خطب واختر الإجابة هذه ما عدت من شمالها أنت ثبت الإجابة لو سمحي طيب يمكن ما فيه لكسي أسودة أو غمارة حمراء أخبتك رسينا فيه يتكنسل على أن الرنج؟ أخبتك أنت ثبت إجابة أو لا؟ لا ما ثبتت في الأساس توقعت خلط تثبيت لا توقع فيه توقع فيه تخميم فيه عقل ممكن يفكر طالع عمري كانت الآن لما يجيك مسابقة يدرسيك يعطيك أربع خيارات ثبت واحد عاجلك كذا ما يميل الشي من الإجابة؟ لا ثبت الواحد لا ما ثبت ثبت أنا ما ثبت أنا ما ثبت تقول أسود لو سمحت أسود داخلي حضار داخلي حضار إذا ما فيه لا تجيب لي بيج يعني غاب نحن نتثبيت الموضوع ضيع لا تتحرجنا مع المسؤول الكنترول مع الإداد لا لا تستحيل خب السيارة نفسها أنا نرجع نرجع المهارات نرجع المورسكيلز اللي فوريو أي ماذا؟ نمبر فور نمبر فور اخترت أي اخترت نمبر فور أربعة سلندي أي 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 صادق الأعمال يعني أربعة سلندي أم أي 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 و أعطيتك فرصة فوق اللي لازم و أعطيتك شيء فوق ما تستحق أنا جالس أسولف معك لغة إنجليزية آخر شيء تقولي الكلمات البدائية هذه يعني تستهيم في القدرات الإنجليزية اللي عندي أنا آسف الحقيقة أني خضعت العلم اللي في راسي يعني يتنازل سمعني 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 ما تكلم عن الطبخ؟ ما تكلم عن المطبخ؟ أيها طيب يورس كبز في المطبخ دي أخوي لا تقول يورس كبز ها سكبز يوريو آه يوريو أو ريو يوريو يوريو يا الله يعني طبخ الكويتية دي أي بس نايف ابن خالد معلمني أياها اي بس ضدك يا ابن خالد نايف ابن خالد علمني أياها قبل شهر وقدر أنك يعني تفك أنت طيب حدك حددك حدد الصد تفك التونة بعد تحطها بالصال مهارة ولا مهارة كنت أتعلم قاعد أتعلم فكت التونة وصلت للتونة قاعد أتعلم التونة وتصب الزيت ولا يطيح اللحم في المجلاء عذق اللحم حق التونة المجلاء هو سر مهاراتك ماذا عند المجلاء؟ لو تبعد على المجلاء يمكن أن تذهب عن طبخي كيف؟ سيسمع يعني أنت لو تذهب غير المجلاء يمكن أن الطبخي يذهب من عندك ينجلي في لب العالي مرة أنا إذا وصلت إلى هنا والله العظيم لا كده كثير أحيانا أحيانا أنا كده يجيني شيء في رأسي الزيتون والقشطة والجبن والعسل كل ذلك قادر علم بدون قشطة القشطة لا الحين ما وصل لا الحين ما وصل جبن بس جبن يشطيع أحيانا المثلثات السائل لا السائل لازم تخرجه للغطة تقوم بالتخصص طبعا تقوم بالجبن المثلثات تقوم بالتخصص طبعا المتنبي يقول ما تحدث بغير فني أتى بالعجائب أي نجازين نتكلم عن فننا فنك جبن المثلثات جبن المثلثات والمربعات ذاك لا أدري ما اسم أي يعني أنت خصص الجبن الجامد السائل ما قالك فيه ما فيه جبن الجامد تقول جبن سائل ما فيه جبن سائل بس ما فيه جبن جامد نعم نعم فيه جبن جامد هذه معلومة أم لا تخميج فيه جبن جامد ثلاثة 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 من الضغط أنا أسألهم معك عن الطب حبيبي الله يرضى لك لكن طيب اسم أقول أنت القشطة إن شاء الله قاعد تتعلم بعد التونة بعد التونة يعني عندك خطأ ما عليش حينما نتخطى المراجعة تخبيط دي لا نعم نحن جالسين نمشي على تخطيطه على خطة معينة واضحة نخلص القشطة نزين التونة لا نزين التونة نخلص القشطة نعم خطأت في خطتك صح صح طيب تشفت هذه إذا كانك مرض يعني تعرف لها بصم بطالة بالدارة بطالة بالدارة تم وعدا يا تجاه لك بعنادي وحتى مايك أحيانا وحتى ذا على مايك نفس chez woo ويقول له طالعة بالبث في هك يكون البث على الجمالي نعم، بس الجمالي و أنا طالع ما؟ حقك الجمالي، أنا خالد خالد حامل ما يقول ما أعلم خالد حامل ما يقول فالطبخنة عندك ما شاء الله يعني، البندومي، الجبن، القشطة تفكه من علبة التونة تفكه من علبة، التمر هذه ما شاء الله لك أنتقنتها كاملة التونة أتعلمها أحيان، فاك نص العلبة، ما فكت العلبة كاملة إذا فكت العلبة كاملة، تطيح التونة مع الزيت أواجه مشكلة في ذلك الجزئية ما تركتها التونة لما ترجعها من المقرية، تحطها في الصحن ما يزبط الوضع يعني أنت تعلمها على مضب أيوة، ما يمر أنا أواجه مشكلة لأنني فكيت التونة و جيت أعصر الزيت لا، لا، تعصر أعصرها علشان يطبع الزيت بل، هذه خبرة أو تعلمتها؟ لا، ترى فيها شيء أبتكره أنا يعني عندك تونة مبتكرة؟ لا، أنا عندي طرق مبتكرة في الطبخ يعني زي خوينا، زي خوينا يحط مبتكرة أيوة، هو اليوم يحط مبتكرة أيوة، أنت تحط تونة مبتكرة؟ أيوة، ما شاء الله، والله ما شاء الله يا أخير بيع الله يرضى عليك ما شاء الله، وتبارك الله عليك في الطبخ ما شاء الله، طيب أساكسوا أيوة، هذه إذا كانت جبتها فأنت لفل عالي مرة، مرة، مرة لا تقولني أنك تعتوي بيض بيض؟ بس، أعرف بطريقة مبتكرة الطرق الكلاسيكية هذه معرفة يعني أوملت يعني أوملت كيف؟ أمي؟ لا، أمي، أمي، أمي أوملت، أوملت الأمل موجود أملت لين وصلت للمرحلة التي أنا وصلت لها؟ أمل موجود الأمل موجود أيوة، الآن البيض، أنت لما تسوي بيض سبحان الله، إذا البيض أنا أسوي بيض أيوة، تكسر البيضة، تصير نصي صديق أننا نطبقها في كسرها دعنا نعلم لا، تكسرون البيضة، وينكب اللي داخل البيضة في أسطى كل شوالك يصر الخواض ما تكسرها؟ دعنا نعلم أنا بالنسبة لي، حاولت أني أكسرها قدر الإمكان بس لما أنا كسرتها، تنفق كلها تنفق كلها، ونجيت كلها، ونغدت كلها فأكتشفت أن نقشر البيضة، مظلوب لا، نحن لا نريد أن تكون محامي لا، صدقك والله العظيم، من قشر البيضة، أنا قلت بير؟ بالإنجليزي بالإنجليزي هو بير نحن لا نحن 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 في صرف الله من قوة ما هو مظلوم يكتبون التاريخ عليه كأنك لا لقيمة نحن نحن نتكلم كطبخ ككوكينج ككوكينج عن كوكينج أنا من خلال كلامك أكتشرت شيء تذكرت شيء قصدي أكتشرت أن أتذكر تذكرت تذكر أكتشرت أن أتذكر البارك الأول شفت الأول أنا عندنا الديرة عندهم أرانب عندهم دجاج لا أرانب والله عندي من اليوم خلي أكتشرت أن دجاج لا أرانب موجودة في كل مكان ليس بس عندي على الديرة أرانب عندي أو شيء موجود تذكر أكتشرت أن البيض حق الدجاج الحقيقي ما هو البيض اللي يجينا شفت الدجاج ترقق إذا مرجنتنا على البيض حقها البيض حقها ما هو نفس البيض اللي دعني أعلق تفاصيل البيض كيف تفاصيل كيف يجي ما اللي يجيبه نوع البيض أنا أدري من جود علم تستطرق والله العظيم أنا أكتشفت أن البيض اللي فعلا يظهر من الدجاجها نفسها البيض اللي يظهر من دجاجها نفسها البيض اللي يجيكم يظهر من دجاجها كلها تطرق من دجاجها أنا أدري البيض اللي يمكن أن يظهر من مكينة هذا هو دعم لا هذا هو دعم مرتب ومنضب أني عندكم مثل ولد الدجاج أو ولد الدجاج أنا أذكر مرة من المرات إيش أروا الورعان صوصات ماذا؟ نحن نسميها صوصات صوصات حق الأكل لا علشانها تواصص عادها صغير ولاد صغير ولاد صغير ولاد صوصات اي فواحدنا كان صوص ما أعرف صغير صغير الدجاج جاتم صغير ولاد صغير ولاد صغير ولاد فروخ فكان يوم شروها تقريبا شروع الورعان عشر حبة أنتم لي عندكم كل يشتغل في الدجاج والورعان لا الكبار مشغولين في شؤونهم و الأرانب و الأرانب كلها اللبن و الورعان وكالة الأرانب عندك؟ كيف؟ في الديرة الشغل عندنا عشوائي قائم على التجارة أنت الشكر كنت اللي تبيع الأرانب في الديرة صغير خلنا علي فكانت عشر حبات و كل عصور له لون معين آه حلو كل عصور يعني مثلا يجيك عصور أصفر يجيك عصور أخضر يجيك عصور أزرق 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 ترى في معنى أزرق لا دي عادي العين أنا شفناها هادي نشتغل نجم المال من الصفاة كل دعم يرفع الإبداع بنا كل دعم يرفع الإبداع بنا دي 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 تدراس دي 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 تدراس